ترجمة نانسي قنقر تمكنت مملكة البحراء من ترسيخ حضورها عالميا كدولة مبادرة ومتمسكة بتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية على صعيد تقدم المرأة رعاية ملكية خبرات تراكمية تنظيم مؤسسي وسياسات مستدامة هي مرتكزات حقيقية وراء مسيرة نجاح امتدى الثمانية عشر عاما حقق من خلالها المجلس الاعلى للمرأة الهدف الذي تأسس من اجله وهو تقدم المرأة البحرينية لتكون شريكا رئيسا في نهضة وتقدم وطنها بيانات ودلالات واضحة للعيان حول ما انجزه المجلس حيث قام بتضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمعتمدة من قبل رأس الدولة في برنامج الحكومة وبلغت نسبة توافق برامجها مع أولويات عمل الحكومة للفترة الحالية ما يقدر بـ 43% في حين بلغت نسبة توافقها مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 20-30 حوالي 78% وهو ما يدعم تحقيق هدف الانتقال بالمرأة لتساهم في اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا يعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعة تنفيذ ما تبقى من الخطة من خلال مبادرات وطنية بالتعاون مع كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ولقد أسهم هذا التطور في وضع وتفعيل آليات للرقابة والقياس وأن تعتمد مملكة البحرين منهجيات علمية ودقيقة لرصد الفجوات وقياس التقدم لتوضيح طبيعة التغيير على أوضاع المرأة وتأثير ذلك على إسهاماتها التلموية ويتم إدارة ذلك من خلال منظومة معرفية قائمة على التحليل والمقارنة تقوم على آدتين وطنيتين وهما تقرير وطني لقياس التوازن بين الجنسين ومرصد متكامل للمؤشرات الوطنية التي تقيس تنافسية المرأة البحرينية ومقارنة أدائها دوليا وإقليميا ومتابعة تقدمها وطنيا وقد استطاعت مملكة البحرين بحسب نتائج التقرير الوطني لقياس الأداء على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين للعامين 2017-2018 من غلق 62% من الفجوة بين المرأة والرجل وفي عام 2019 أطلق المجلس الأعلى للمرأة العديد من النشاطات والبرامج النوعية التي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في إثراء مشاركة المرأة البحرينية كمساهم فاعل في الاقتصاد الوطني بما يتسق مع توجهات مملكة البحرين النابعة من الرؤية الرحبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد من عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتي كان لها إنعكاساتها المؤثرة على التسريع من وتيرة تقدم المرأة البحرينية كشريك جدير في البناء الوطني إن اهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بن تبرهيم الخليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ودعمها المتواصل للمرأة البحرينية عبر العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج النوعية هي محطات مضيئة في مسيرة المجلس بشكل عام وفي تغيير الصورة والمضمون لمشاركة المرأة البحرينية في نهضة وطنها فالمجتمع اليوم يعتز بنصفه الثاني من جهة والمرأة البحرينية تقدم كل التحايا لسيدة البحرين الأولى تقديرا لجهود سموها في وضع المرأة البحرينية في مراتب ومصاف متقدمة على المستوى المحلي والدولي سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر